أعلنت قيادة عمليات صلاح الدين عن إطلاق عملية أمنية شرقي قضاء بيجي للبحث عن العناصر الإرهابية وذكر بيان للعمليات أن قيادة عمليات صلاح الدين للحجد أطلقت عملية أمنية لتطهير مناطق الابعيجي والحاوي المحاذية لنهر تجلى شرقي بيجي بمحافظة صلاح الدين وأضافت أن العملية الأمنية شاركت بها قوة من قيادة عمليات صلاح الدين واللواء 51 في الحجد الشعبي لافتة إلى أن العملية جاءت لتفتيش المناطق الوعيرة لمنع تسلل العناصر الإرهابية والقضاء عليهما